أيها الأخوات السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا تحييل أحرار في المغرب وخارج المغرب تحييل المشاركة في القناة تحييل المتتبعين تحييل الجميع كيفما نعرف أن العالم تعرف عدة مخاضات كتشوف الحرب كتشوف مثلا هناك صراعات اقتصادية سياسية العالم كله تعرف نوع من الصراعات يعني يعني التاريخ هو هذا يعني كل فترة مثلا من الفترات إلا وكتبقى بعض تغيرات كتبقى حروب يعني لعنا مثل التاريخ ستلقى عامر في الأحداث هذه والعالم في هذه اللحظة هذه تعرف وحد نوع يعني من الصراعات اللي ستأدي لظروف جديدة ستأدي لأوضاع جديدة ستأدي لعدة أشياء اللي ما متعودينش عليها هذا على صعيد العالم ولكن رجعوا للمغريب يعني لجينا مثلا نشوفوا المغريب حاليا مش نشوف المغريب ولكن نظام مغريبي لأن المغريب كان عرفوه من نسي لمن الشعب من نسي كتشوفوا الظروف اللي كيعيش فيها كتشوفوا الفساد بجميع أنواعي الفساد بجميع أنواعي في المغريب بدون ما بغيتي في المحطة تأدي لديك في المغريب في أي مجال ستأدي لديك في إيد دقة الخفية الفساد زيد عن ذلك صريقة المال العام اللي كي يستحود عليها النظام والدائرة اللي ضيرها به يعني من الأجهزة الأمنية الأجهزة العسكرية طبقات اللي تابعة للنظام هذو من اللي كي يسيطروا على خيرات المغريب ولكن الشعب يعني تسعود وتسعين في المية من الشعب المغريبي ركم كتعرفو الأوضاع المعيشية اللي كيعيش فيها الأوضاع يعني المأساة اللي تعيشها الشعب المغريبي هذا واحد الخبر اللي خرجته الإيكونوميست هي اللي خرجته الخبر اللي باللغة الإنجليزية ولكن ترجمته القدس إلى العربية هذا الخبر ولا هذا التقرير ولا هذا يعني هذا المقال اللي تيقول لك أن فرنسا تتخلى المغرب لصالع علاقتها مع الجزائر والرباط ترد بتعميق العلاقة مع إسرائيل وأمريكا كيف ما كان عارفو لك تسمعوا بزاك واحد الكلمة كتداولها المؤسسات المغربة والمسؤولين في المغرب تيقول لك الدول الصديقة ولها الدولة صديقة يعني هناك تشوفوا الغباء وما عارشوا غباء ولا استحمار ولا كده يضحكوا على الشعب لأن نعرف العالم لا يعرف صداقة العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية ليست فيها صداقات وهناك مصالح يعني تقول ليا دولة صديقة لا يوجد دول صديقة لا يوجد دول دولة لديك فيها مصلاحة إذا لديك فكرة مصلاحة سأعطاب صديق لا يوجد فكرة مصلاحة سأصدع لك ونقلب على شيء أخر الذي ستكون لديه مصلاحة وهذا ما يطالف العالم وهذا مثلا يجعل المغاربة والغاباء المسؤولين في النظام المغربي آمن بهذه القضية دولة صديقة يمتز دولة صديقة فرنسا دولة صديقة أمريكا دولة صديقة ألمانيا دولة صديقة العالم يعني هنا هادي الناس لا يتعرف الصداقة هادي الناس يعرف المصالح هادي الناس يعرف إذا كانوا يستنزفوا خيرة بلادك يعتبرونك صادق لأنهم يربحون منك. وكي يوهمونك بذلك الصداقة الوهمية. ولكن لأن المسؤولين المغاربة مثلا. حتى يستفدون من هذه الصداقات الوهمية. هذه الصداقات الاستغلالية. حتى النظام مغربي يستفدون هذا الشيء لأنه يستفد من الرشاوي. يستفد مثلا من الحماية أنهم يحميه في الحكم. يحميه أنه يتبرد على الشعب مغربي. يحميه أنه يعني يقمع الشعب المغربي. هذا الشيء كله لصالحهم. يعني لجينا شو مثلا هالدول الصادقة اللي كي يعطبرهم المغرب دولة صادقة. دول صادقة. كتساعدوا على الباقع. كتساعدوا على الباقع في الكرسي. وكتساعدوا بشيء يقمع الشعب دياله. ولكن هالشي كله لمصلحتها لأنه حتى هي داخل في ديك القادية ديال الفساد لأنه حتى هي كتستفد من هالشي اللي كي يقوم به النظر المغربي. هنا سيقول لك سيدي أن فرنسا دابا مبقاش عندها مصلحة في المغرب لأن كنا عرفوا أوروبا كل هذا بكت عرف مشاكل في الغاز الطبيعي لأن أوروبا خسل غاز الطبيعي تخسل بيترول. هذا الشيء علش أن فرنسا قوات العلاقات ديالها مع جزائر وتخلات على المغرب لأنه ما عندها ما تدرب المغرب لشغل تدرب واحد خينه ما تستفد من نواله. المغرب رادية لها. ركب مستثمرين في الشعرين في يعني المغرب كله ديال فرنسا. على ما شغل يقوموا بصدعين رأسنا بهذا لقشاء وشادو ديال النظام. المغرب ديال فرنسا. يعني ما يحتاج متلا يقول شيء واحد. لا وحنا دولة مستقلة. لا المغرب ديال فرنسا. فرنسا بدتك تتعامل مع يعني توجهات الجزائر. وبدتك تهتم بالجزائر. لأن محتاج البترول محتاج الغاز الطبيعي لأن كنعرفوا أوروبا الآن كتعيش أزمة ديال الطاقة. يعني هاتش علاش كنلقوا أن الدول الأوروبية بدتك تصلح العلاقات ديالها مع الجزائر. رغم أن الجزائر يعني هي مازال تابعة لذلك القطب الاشتراكي القديم. ذلك القطب الشيوعي القديم لتابع الروسيا. يعني هاتش هما اللي يقولون. هاتش يعني مثلا الدول الأوروبية ديال إيطاليا فرنسا كلهم بدوا يتقربوا من النظام الجزائري لأن سيستفيدون منه في هاتش الظروب الصعبة. اللي كان عارفهم مثلا الحرب ديال غادي يتنود الحرب. غادي يكون حرب عالمية يعني غادي يتوقع. وكل شي كيتنبأ بها وكل شي كي يعرف أن غيكون ضمار كل شي كيتنبأ غادي يكون خسرات في الأرواح وفي وفي الممتلكات وفي كل شيء غادي 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 الأزمة. يعني الأزمة غادي جاية جاية. غير كيف ما نقول لكم دائما. غير دول مثل الفقيرة دول المقطعة سوف لن تؤثر عليها ظروف الحرب سوف لن تؤثر عليها الأزمة لأنهم تعيشوا الأزمة لأن الأزمة تعتبر شيئا في حياتهم اليومية. الأزمة سوف لن تؤثر عن إنسان الفقير. الإنسان المقتول الإنسان المقموع سوف لن تؤثر عليها الأزمة لأنه تعيش الأزمة منذ ولادته. يعني عنده زيد نقل. شكونا من غير تعتبر هذه الأزمات. وهي هذه الطبقات المتوسطة تقريبا الطبقات المتوسطة. طبقات مثلا التي تملك هذه الأزمة سوف تعتبر لأن يملكون الدهاب يملكون العقارات يعني لا تكون لديهم أزمة يعني دائما الأزمة تعتبر بها الأزمات العالمية وهي الطبقات المتوسطة. هذه المعاولة على الصالر الزوين تكون معاولة على هذه الحياة المرتابطة بالوظيفة التي تجعل الإنسان يعيش هذه الحياة هي الطبقات المتوسطة. ولكن الطبقات الفقيرة والطبقات العليا سوف يتأثرون بالأزمة. هذا ما الذي سيطره بجميع التاريخ مثلا هنا تسألت المجلة في تقرير لها كيف قبلت كيف قلبت الطاولات منذ العام الماضي في ذلك الوقت نبض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر المستعمرة الفرنسية السابقة الإشكالية كنظام عفع عليه الضهر وخفض عدد تأشيرة الممنوحة لمواطنها واستدعت الجزائر غادبة سفيرها ومنعت الطائرة الفرنسي من العبور إلى أجوائها ومنذ ذلك الوقت حولت فرنسا وبرغبة شديدة التقارب مع الجزائر في 23 يناير استقبل ماكرون سعيد شنقاريحة أبرز الجنرات في الجزائر والرجل الأقوى في البلاد وتابعه بعد ذلك وفد فرنسي كبير إلى الجزائر وعلق ديبلوماتي ساعد على ترتيب الزيارة بالقول أنها دينامية غير عادية في الوقت الذي ازدهرت فيه العلاقات مع الجزائر دابلت علاقات فرنسا مع ما وصفته بربيبها السابق وهو المغرب ومنافس الجزائر وكانت آخر مرة زارة في ماكرون المغرب في عام 2018 وقاد الملك محمد السادس على الأقل أربعة شهر في فرنسا العام الماضي أحده ما يتفهمني أو أن هدول مالك أحده مهم يتتعلق مهم في فرنسا من المثال الذين يتعلمون بها لا يعيش بها تخيلوا معي في حال هذه الزريبة يجبع منها البيض والحليب والبقارة ولكن العيشة في فرنسا ولكن الفير مرة هي المغرب هذا هو محمد السادس في فرنسا ولكنه لم يلتقي بالرئيس ماكرون و في 19 يناير ساعد حزب ماكرون الجمهورية إلى الأمام على الدفع بقرار في البرلمان الأوروبي شجب في انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب أنه هناك حقوق الإنسان بالمغرب للمغرب و إلا نظام المغربي شريك ông عارفه ولكنه لا يريد أن يقمع الشعب ولكنه لا يريد أن يعترف بها رغم أن الشعب يعلمه الشعب عارف ولكن الشيء يعلم النظام يقمع و لنظام يقمع و لكنه لا أريد أن يعترف بالرئيس وفي المغاربة يعتبرون هذه القضية ضدهم ولكن هذه حقيقة واقعة لا يحتاج مثلا عد مثلا قد نقول اللارا مكينة هذا حقيقة واقعة شجب فيه انتهاكات حقوق الإنسان من المغارب وبدون التلميح لجزائر ذات استجيل التصاريخ أيضا بحسب قول المجلة وقال الخبير الأمريكي بالشؤول الجزائرية جوف بورتر اعتقد المغاربة أنهم يتحركون أسرع من الجزائر في أوروبا وفجأة أصبحت الجزائر مهمة وأقل إشكالية وتقول المجلة أنه في دير الحرب الأوكرانية كانت تروت الغاز الجزائري السبب في التقارب مع فرنسا وأوروبا هذا شيء طبيعي هذا لأن الدول الأوروبية لا تعرف الصادقة ولكن تبحثوا على المصارح ديالها فقد زارت رئيسة وزراء إيطاليا جوريا ميلوني الجزائر وليبيا لملاقشة الاستثمارات والطاقة وتعتمد إيطاليا على الغاز الجزائري بنسبة 40% بزيادة على 30% قبل الحرب في أوكرانيا ونخفضت حصة الغاز الروسية في إيطاليا إلى 10% من 40% بالمقارنة لا يملك المغرب هيدروكاربونات ليقدمها لأوروبا يعني المغرب لا يقدمون أوروبا لا يقدمون بيترول أو غاز طبيعي اللي يقدمون أوروبا اللي هي محتاجة هدابة وظلت روسيا وعلى مدى عدة عقود الشركة الدفاع الأكبر والمزود الرئيسي للسلاح للجزائر ومن المطير للانتباه ملاقشات الجنرال شنقريحة مبيعات الأسريحة مع الشركات الفرنسية أثناء زيارته وفرح الأوروبيون عندما قرر الرئيس عبد المجيد تبون تعليق زيارته لموسكو وترى المجلة أن المغرب يلامو ولو جزئيا في تراجع الحماس الفرنسي وأوفر الملك محمد الثالث غائب دائما والسياسي الخارجي للبلد متغيرة جميع يشرف ما أجل قالول على الم هذه الأقضاء لكن كأنا السياسى��� captures كzemه محمد الثالث غائب senator دائما أخبر فممكن انس لإجاب محمد الثالث وهو مثل المالك وهو الرئيس وهو المسؤول على المغرب والسياسية الخارجية للبلد متغيرة كما أن مطالب البلد المستمرة من أوروبا القبول بالسياسة على الصحر الغربية لم تلقى قبولا واتهموا ممتنوا بمحاولة رشوة نواب البرنامج الأوروبي قبل فترة كما تهم المغرب باستخدام برنامج تزلس إسرائيلي للتصاند على حلفاء السابقين بمن فيهم الرئيس ماكرون وعلى أي حال يبدو أن المغرب قد أظار ظهره لما يطلق عليه أوروبا القديمة وبات يتطلع للتعاون الدفاع بأمريكا وإسرائيل وهذه من الأصدقاء الجدد للمغرب لكي يظن أنهم رهم أصدقاء الجدد ولكن كما نقول لكم أنا الدول القوية الدول اللي عندها مصالح لا تعرفوا الصداقة من اللي كتكون عندهم مصلحة فيك رام غد يعاملوك كصادق ولكن من اللي غد تبقاش عندهم فيك المصلحة يقدروا يقضيو عليك يقدروا يدمروك يقدروا ما عندهم شما موشكل في هذا القادية لأنهم لأن المصالح كتغلب العلاقات الإنسانية المصالح يلولة عاد كتغلب العلاقات الإنسانية خاصة في هذا المجال للتعاون بين الدول وباتت تطلع التعاون الدفاعي مع أمريكا وإسرائيل ووصف مراقب مخضرا في الرباط بأن المغرب يشبه عاشقة مهجورة غاضبة هذا شي بس توصف المغرب بعاشقة مهجورة غاضبة بعدما عاد شريكها لحبه الحقيقي لأن فرنسا رجعت لحبها الحقيقي وحبها الأول وهو الجزائر وصوت البرلمان المغرب بالإجماع على إعادة النظر بالعلاقات مع أوروبا بعد تصويت البرلمان الأوروبي الشاجي بالحقوق الإنسان في المغرب ويتهم السلسل المغاربة ندراءهم الأوروبيين وخاصة الفرنسيين بالتدخل الاستعماري من اللي كانوا يخدموا معهم واسميتوا كانوا أصدقاء ولكن من اللي دابا قدروا لهم ركمتما يعني لم تتهموهم بالقمع وبالسجل الصحفي وكذا قالوا لهم تما دابا كدروا التدخل الاستعماري في المغرب والمغرب لم تستعمرها في فرنسا بلا تدخل بالأول وفي الوقت نفسي تظهر علاقة الصداقة المغربية مع إسرائيل ويتوقع أن يصادف وزير خارجي إسرائيل والإمارات لإحياء الدكرة الثانية لتوقيع اتفاقية إبراهيم التطبيعية واختيار مكان لقاء له دلالة حيث سيعقده في مدينة الداخل والصحراء الغربية وفي الوقت نفسي يتزهي التوتر على حدود الجزائر المغربية وكانت آخر مرة خرج الوضع فيها عن السيطرة عام 1960 ويخشى المغرب من قيم الجزائر بإمداد مقاتل جبهة بوريزاريو بالمسيرات في الموقع قابل تخشى الجزائر من مساعدة إسرائيل المغرب في التخطيط لحرب سيبيرانيا ضد حقور النفط الجزائرية وتعلق المجلة أنه عندما تتخلى فرنسا عن عشيقة من أجل حبيب جديد فتوقع أن يطير الشرار في الصحراء هذا هو البقانة وما ترى الأوضاع هذه الشعب المغربي سوف يتأثر لأن الشعب المغربي تأثر منذ سنوات هو يعيش التهميش غلاء الأسعار أي تجارب الإنسانية كي يجربوه على الشعب المغربي هذا الشعب ليس يتأثر ولكن يتأثر النظام ولكن يتأثر من هذا المحاكمات وسيحاكم دوليا على التجسس سنتابع هذا المسلسل الذي سوف يطول خاصة مع أوروبا الآن عندها مشاكل تقلب غير في منتشد وكيف يعتقها من الظروف التي تعيشها أوروبا خاصة الأزمة الغاز الطبيعي لأن الشعب الغاز الطبيعي وغلاء الأسعار يعني الطاقة يعني أوروبا كتعيش مشاكل يعني خطيرة جدا ده بغير قو غير فين يشدو غير فين يصدروا مثلا المشاكل ديالهم وهذا الشعب يعني فرصة باش أن هذا النظام المغربي سيحاكموا دوليا وغادي يتعرر دوليا يعني هذا الشعب اللي غادي نقول لكم كانت من لكم يوم جميل أكونوا بوزيتيف كيف ما كانت الأحوال يعني الإنسان يكون بوزيتيف يعني كيف ما بغت كل أحوال كيف ما بغت يحاولوا يقمعوك لأن النظام المغربي وهذا الأنظمة الدكتاتورية كتحاول تعيشك في الرعب كتحاول تعيشك في المأساة كتحاول تعيشك في الحزن الوحيد الأقلي يكون بوزيتيف لكن ما كنت يحسون بالهزيمة لأن تصور مثلا أنت وحد الإنسان الذي يقمعوك ويهمشك ولكن يقمعوك الغباهات ويجب أن تكون مزيدة ويجب أن تكون مزيدة ويجب أن تكون بالنسبة لأن الإنسان يعيش حياة ويجب أن تكون حياته لأن الإنسان يجب أن يرى الحياة بإمكانه من الجانب لأن كيف كيف يجب أن يكون مؤزم ويجب أن تكون مزيدة ويجب أن تكون مزيدة بطريقة أخرى وكنت من الإخوة والأخوات حب سعيد والسلام عليكم